اشتركوا في القناة بزي العسكري بعد ان قررت انهاء خدمته كقائد عام للقوات المسلحة وزيرا للدفاع والانتاج الحربي انا قدت عمره كله جندي في خدمة الوطن وفي خدمة تطلعاته واماله وساستمر ان شاء الله اللحظة دي لحظة مهمة جدا بالنسبة لي اول مرة البست فيها الزي العسكري كان سنة 1970 كنت طالب في السنوات الجوية عمره 15 سنة يعني من حوالي 45 سنة وانا بتشرف بارتداء هذا الزي للدفاع عن الوطن والنهاردة انا بترك هذا الزي ايضا من اجل الدفاع عن الوطن السنوات الاخيرة من عمر الوطن اكدت ان مفيش حد يستطيع ان يصبح رئيسا لهذه البلاد دون ارادة الشعب وتأييده لا يمكن على الاطلاق ان يجبر احد المصريين على انتخاب رئيس مش عايزينه الموضوع ده انتهى خلاص لذلك انا وبكل تواضع اتقدم لكم معلنا اعتزام الترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية تأييدكم هو اللي حيمنحني هذا الشرف العظيم انا اقف امامكم مباشرة لكي اتحدث معكم حديثا من القلب زي ما تعودنا عشان اقول انني امتسل لداء جماهير واسعة من الشعب المصري طلبت مني التقدم لنيل هذا الشرف انا باعتبر نفسي كما كنت دائما جنديا مكلفا بخدمة الوطن اي موقع تأمر به جماهير الشعب حكون موجود فيه من اللحظة الاولى عايز اكون امين معكم كما كنت دائما وامينا مع الوطن وامينا مع نفسي نحن المصريين لدينا مهمة شديدة الصعوبة ثقيلة التكاليف الحقائق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والاملية في مصر سواء اللي كان قبل صورة 25 يناير او اللي تفاقم بعدها حتى صورة 30 يونيو وصل الى حد لابد ان يكون فيه مواجهة امينة وشجاعة لهذه التحديات عايزين نكون صدقين مع انفسنا بلدنا مصر بتواجه تحديات كبيرة وضخمة واقتصادنا ضعيف فيه ملايين من الشباب بيعانوا من المرض ولا يجدوا علاجا مناسبا ده امر اخر غير مقبول مصر البلد الغنية بمواردها وبشعبها بتعتمد على الاعانات والمساعدات ده امر غير مقبول المصريين يستحقوا حياة افضل من كده يستحقوا انهم يعيشوا بكرامة ويعيشوا بامن ويعيشوا بحرية ويكون لهم الحق في الحصول على العمل والغذاء والتعليم والعلاج والمسكن كل ده لازم يكون في متناول اليد كل المصريين احنا امامنا كلنا كمصريين مهام عسيرة لابد من اعادة بناء جهاز الدولة اللي بيعاني من حالة من الطرح بتمنعه من النهوض بواجباته القضية دي لابد ان احنا نواجهها بكل الحزم عشان هذا الجهاز يستعيد قدرته يسترد تماسكه يصبح او يصبح وحدة واحدة تتحدث بلغة واحدة كمان عجلة الانتاج يجب ان تعود الى الدوران في كافة قطاعات الدولة بكل قوة ده لانقاذ الوطن من مخاطر حقيقية بيمر بيها لابد من اعادة ملامح الدولة وهبتها اصابها الكتير خلال الفترة الماضية مهمتنا استعادة مصر وبناءها مهمتنا استعادة مصر وبناءها ما شهدناه خلال السنوات الاخيرة سواء على الساحة السياسية او الاعلامية داخليا او خارجيا جعلت من هذا الوطن في بعض الاحيان ارض مستباحة للبعض اان الاوان ان يتوقف هذا الاستهتار وهذا العبس هذا بلد له احترامه وله هيبته هذا بلد له احترامه وله هيبته ويجب ان يعلم الجميع ان دي لحظة فارقة الاستهتار في حق مصر مغامرة مغامرة لها عواقب ولها حساب مصر ليست ملعبا لطرف داخلي او اقليمي او دولي ولن تكون نحن لا نتدخل في شؤون الاخرين ولن نسمح للاخرين بالتدخل في شؤوننا انا بعتقد ان انجاز برنامج خريطة المستعبل اللي وضعتها القوى الوطنية الاصيلة كان المهمة العاجلة امامنا وعلى طريق تنفيذ هذه المهمة نجحنا بحمد الله في وضع الدستور ونحن الان نتخذ الخطوة الثانية باجراء الانتخابات الرئاسية التي يعقبها الانتخابات البرلمانية باذن الله عايز ااكد ان اعتزام التراشح لا يصح ولا يجوز ان يحجب حق الغير وواجبه اذا رأى لديه الاهلية اهلية التقدم للمسؤولين حيسعدني ان ينجح ايا من يختاره الشعب ويحوث ثقة الناخبين انا بدع شركاء الوطن ان ندركوا اننا جميعا ابناء مصر نمضي في قارب واحد نرجو له ان يرسوا على شاطئ النجاة لن يكون لنا حسابات شخصية نصفيها او صراعات مرحلية نمضي وراءها نحن نريد الوطن لكل ابنائه دون اقصاء او استثناء او تفرق نمد ايدينا للجميع في الداخل وفي الخارج معلنين ان اي مصري او مصرية لم تتم ادانته بالقانون القانون الذي نخضع له جميعا هو شريك فاعل في المستقبل بلا حدود وبلا قيود رغم كل الصعاب التي يمر بها الوطن انا بقف امامكم وليس بيه ضرة يأس او شك بل كل امل في الله وفي ارادتكم القوية لتغيير مصر الى الافضل والدفع بها الى والدفع بها الى مكانها الذي تستحق بين الامم المتقدمة حققتم بارادتكم الكتير لم يكن الساسة او الجيش لا القوة السياسية ولا القوات المسلحة هما الذين ازاح النظامين السابقين ولكن انتم الشعب ارادة الشعب هي التي نجحت في ذلك الارادة المصرية عظيمة نحن نعرفها وشهدناها ولكن يجب علينا ان ندرك انه سوف يكون محتم علينا ان نبزل جميعا اقصى الجهد لتجاوز الصعوبات التي تواجهنا في المستقبل صناعة المستقبل هي عمل مشترك صناعة المستقبل هي عمل مشترك هي عقد بين الحاكم وبين شعبه الحاكم مسؤول عن دوره وملتزم به امام الله وامام شعبه كل الامانة كل الاخلاص كل الشرف كل الوطنية لكن كمان الشعب ايضا عليه التزامات من العمل والجهد والصبر لن ينجح الحاكم بمفرده بل سينجح بشعبه وبالعمل المشترك معه الشعب المصري كله يعلم انه من الممكن تحقيق انتصارات كبيرة لانه حققها من قبل ولكن ارادتنا ورغبتنا في الانتصار لابد ان تقترن بالعمل الجهد القدرات والموهبة التي يتمتع بها الشعب المصري منذ سبعة تلاف سنة يجب ان تتحالف مع العمل الجهد العمل الجهد والمخلص من اجل الوطن هو السمة المميزة للدول النجحة الدول المتقدمة وسوف يكون العمل الشاق مطلوبا من كل مصري ومن كل مصرية مطلوب من كل مصري ومصرية بزل كل الجهد في العمل انا هكون اول من يقدم الجهد والعرق دون حدود من اجل مستقبل مصر تستحقه الوقت ده وقت الاستفاف عشان خطر بلدنا عشان خطر مصر انا عايز اصارحكم والظروف كما ترون وتقدرون انا لن يكون لدي حملة انتخابية بالصورة التقليدية لكن بالتأكيد وده من حقكم ان تعرفوا شكل المستقبل كما ادصوروه شكل المستقبل زي ما انا شايفه وده هيكون من خلال برنامج انتخابي ورؤية واضحة تسعى وتهدف لقيام دولة مصرية ديمقراطية حديثة الرؤية والبرنامج حيتم طرحهم بمجرد بمجرد سماح اللجنة العنية العليا للانتخابات بذلك لكن اسمحوا لي ان ده يتم بدون اسراف ويتم بدون انفاق بدون اسراف الانفاق وبدون اسراف الممارسات انا شايف ان ده مش ملائم للظروف الحالية نحن مهددون من الارهابيين من قبل اطراف تسعى لتدمير حياتنا تدمير سلامنا تدمير امننا صحيح النهاردة اخر يوم لي بزير عسكري لكنني سازل احارب كل يوم من اجل مصر الخالية من الخوف من اجل مصر الخالية من الفزع والارهاب مش مصر بس بل المنطقة المنطقة باكملها ان شاء الله انا قلت قبل كده وبقرارها نموت احسن ولا يروع المصريين اسمحوا لي ان انا اتحدث معكم عن الامل والامل هو نتاج العمل الجاد الامل هو الامان هو الاستقرار الحلم الامل هو الحلم بان نقود مصر لتكون في مقدمة الدول وتعود لعهدها قوية قادرة مؤسرة تعلم العالم كما علمتهم من قبل انا لا استطيع ان اقدم المواجزات بل اقدم العمل الشاق والجهد وانكار الزاد وبلا حدود اذا ما اتيح لي شرف القيادة انا اعدكم باننا نستطيع معا شعبا وقيادة ان نحقق لمصر الاستقرار والامان والامل نستطيع معا شعبا وقيادة ان نحقق لمصر الاستقرار والامان والامل باذن الله